موضوع رئيسي لسه كلنا الرأي العام بيتعامل معاه ومهتم بيه وبيتابعه السياسة فيها بدل السيناريو عشرة لكن في المستوى الميداني أو العسكري فيه بدل السيناريو اتنين أو تلاتة مش أكتر إحنا شافين على مدى التمانية واربعين ساعة اللي فاته إنه المسألة ابتدت توسع أو تتسع عن حدود الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة لأي درجة من الممكن العملية اللي تمت مبارح استهدافاً لواحد من أهم القيادات الحمسوية من شهيد صالح العروري إزاي إنه من الممكن إنه ده يؤدي لزيادة اتساع العمل العسكري في المنطقة هل إسرائيل تقدر تحارب على جبهتين؟ إسرائيل اللي أعلنت من أسابيع عن إنها غيرت من تشكيلاتها أو من تواجدها العسكري أو كفافته جوه قطاع غزة هل ده استعداد لحاجة تانية؟ هل العملية اللي تمت دي تمت إزاي بالضبط؟ الاستهداف ده كان استهداف شديد لدقة أنا بتكلم هنا عن وصف العمل العسكري مش وصف العملية نفسها الخطوات العسكرية كانت عملية عسكرية جراحية زي ما بيقولوا وده بيثبت مرة تانية إن إسرائيل تقدر تبقى في قمة الغباء باستخدام القنابل الغبية أو في قمة الزكاء باستخدام العمليات الجراحية العميد سمير راغب هو اللي يقدر يقول لنا السيناريو أو اتنين على مستوى الأرض إيه اللي ممكن يحصل في خلال الساعات والأيام اللي جاية برحب بحرك دايماً معنا بتنورنا وتفيدنا كثيرا حيات الحضر كل سنوح حرك طيب أولاً كل سنوح حرك طيب أولاً ده أول لقاء في حدث مصر ومحضرتك السنة دي يعني في آخر العام نتكلم في تان مية ونتكلم في السنة يا ريت يا ريت وما نتكلمش في السراعة نتمنى ده نتمنى ده أولاً أنا عايز أبدأ بشكل مباشر العملية اللي تمت مبارح في الضحية الجنوبية في بيروت مع الانفجارات اللي حصلت في إيران النهار إحنا دلوقتي يبدأنا نشوف التساع لدائرة الحرب ولا لأ موضوع دائرة الحرب اللي هو الجابهات المفتوحة أنا شايف يعني اللي يشوف الموضوع في الاتجاه ده فيه نقط غايبة عنه إيه اللي هي الدوافع لا أمريكا لديها دوافع للصراع كبير ولا حزب الله ولا إسرائيل لسبب حضرتك في الإنترو تحدثت عن فتح جابهة ضحي الجنوبية يعني جابهة شمالية بالنسبة إسرائيل لا هي هتبقى اسمها السبع جابهات لأنه منفعش حزب الله حارب وجابهة السورية لا تحارب جنوب سوريا وتفتح جابهة والعراق بيعتبروها جابهة فتحت والحسيين جابهة فتحت بالإضافة للضفة وغزة بالإضافة لإيران فده الإسرائيلين بيسموه سيناريو يوم الإيام لأنك تتخيل مثلا كل يوم يسقط 1500 صاروخ على تلة أبيب وعلى القدس وعلى مناطق الشمال بعيدا وده اللي كانوا الأمريكان والقوات الدولية كلها بتتكلم عنه يوم 7 أكتوبر بعض الظهر ده مش يوم 8 أكتوبر ده كان يوم 7 أكتوبر بعض الظهر ناتنياهو في اخطاب الحرب يكاد يترجى حزب الله اللي يدخل على الخط جانب الأمريكي كل تصرحاته وفيه نقطة قالها السيد حسن نصر الله الرسائل رسائل ومالهاش بس أنا أقول لي سيدتك اللي إحنا سمعناها ساعتها قالوا له لو فيه حرب مش هتكون في الضحة الجنوبية هندخل على كل لبنان واللي بيحصل في غزة حيحصل في بيروت في كل بيروت مش فكرة الضحة الجنوبية وحنسقط بشار الأسد وحنولع الدنيا والحملات التقارات موجودة والدنيا تمام فبالتالي حسابات حسن نصر الله وانا إيه لها من مبارح إنه قبل ما ياخد قرار دخول حرب إنه هو فرقبت ودولة لكن على الأرض ما تقدرش توصفها بنفسك على الأرض أولا خلينا نتكلم ببعض التفاصيل العملية دي تمت إزاي اللي أنا عرفه إنه النوعية دي من الاستهداف بيبقى فيه عنصر دليل دليل أوتوماتيك آلي إلكتروني أو دليل بشري إنه يحدد موقع يحدد إحداثيات زي ما بتقوله في العسكرية علشان ساروخ يضرب بلكونة كده ويجيب اللي فيها بس أو دور ويجيب اللي فيه بس أولا فيه عنصر بشري اللي هو قال له من هم موجودين في هذا المكان في الدومين ده يعني في الحتة في المنطقة دي وفيه عنصر بتكون دورونز صغيرة جدا مش دورونز اللي هي المجنحات الكبيرة تقدر تقرب من المكان وتأكد المعلومة وتبعت الإحداثي فالهيلفاير اللي ما بدربش من الدورونز الصغيرة يعني الصاروخ نفسه ما بدربش من الدورونز صغيرة الهيلفاير بيمشي على الإحداثيات اللي الدورونز الصغيرة ده الصاروخ اللي بيمشي على دليل إلكتروني اللي بعاتته الدورون بالزبط لو كانت الطيارة خارج مناطق الكشف القريب اللي هي تجيب تفاصيل أو عميل موجود في المكان ممكن يعني عميل فقط يعني بني آدم وفيه أقويل على القبض على أحد المهار عنصر معين على عنصر معين لكن هو هيلفاير تيبيكال يعني هو نفس طريقة اغتيال آي من الظهر يعني ما فيهش كلام لكن أنا يعني في موضوع التأمين يعني أنا أطاق يعني عندي تحفظ على فكرة قيادة بهذا الحجم إنها تتواجد في مكان مثل هكذا يعني بيقولك قصو الشارع ده الأعلى تأميناً أعلى تأميناً ضد استهداف البشري استهداف تقليدي تقليدي مجموعة تدخل على الأرض على الشارع في عربية حاجات مني مش فيه تفاع جوي مش الوسائل الإلكترونية بزبط لكن هو حد مهم الحقيقة يعني حد مهم جداً هو تم وصفه على إنه مهندس عملية سبعة كتور مش بس كده يعني هو أولاً له نسق سياسي يعني هو والله هو جبريل الرجوب اللي فيه فتحين قنامة بين فتح وحماس على المصالحة والتقارب والهدن فده ضربه كمان سياسياً مهم من إسرائيل طبعاً هدف كبير وهو المنصق ما بين محور المقاومة في لبنان وفي سوريا مفهوم يعني شخصية مركزية يعني مساوي راضي مساوي اللي تم اغتياله في السيدة الزينب في سوريا هو كان على اتصال بالعروب طب ده على المستوى السياسي على مستوى العسكري لما عملية زي دي بتتم ده يحسب عسكرياً فعلاً يعني هل يحسب إنجاز عسكري لإسرائيل؟ أحيك عسوال أنا قلت من إمبارح نصحتي لحزب الله وحماس don't over react يعني ما تديش الموضوع أكبر من وضعه بس هو لأدي الحرب أوسع أو من جانب الأخ أو من جانب حزب الله حزب الله يعني خطأ من الطرفين لكن أمريكا في كل كلامها بتأكد على الطرفين أحذروا الحسابات الخطئة ورسائل الرضع المستمرة والرسائل يعني إسرائيل عملت حاجة غريبة جداً هي قالت أنا مش دعوة بالعملية دي بس قالت أنا لم نخترق السيادة اللبنانية ولم نقصد حزب الله ولم نقصد ضحية الجانبية يعني هو في نفس النافي هو بيثبت بيثبت إنه قام بالعملية إنما عسكرياً هو كمان غير قادر على الأرض على التسع حتى بالحسابات الخطئة يبقى ده ضده طبعاً لسبب أولاً أنت بتكلم في مئة ألف تقريباً نزحوا يعني إسرائيل كانت بتكلم في سيناريو نزوح الفلسطينية اللي نزح سكان المستوطنات في الجنوب الغلاف غزة ومستوطنات الشمال نزحوا المدارس ما بتشتغلش الجامعات يعني إحنا حنكمل دلوقتي ممكن نكمل سنة والطلبة لم تذهب إلى المدارس في المناطق دي الاقتصاد متعسر وده برضو مش سيناريو متعود عليه المجتمع مش معتد عليه وده اللي قاله سيد حسن أصار له بفكرة إن بدل الهجرة العكسية يعني فيه ناس جم من أوروبا عشان الوطن الموعود رجعوا تاني الإظهارة دي بتزيد وده يعني أنا أتفق معاه في فكرة أن لا ننظر للموضوع من داخل البيانات العسكرية وما يحدث داخل قطاع كذلك تداعيات الجابهة الفتح جابهة جديدة التداعيات هتكون كبيرة عسكرية هتبقى كبيرة وهو أشار لمنطقة أنا متفق فيها يعني حرب غزة لن تسقط الدولة الإسرائيلية لن تسقط الكيان يعني ما تقللش من الانتصارات واللي بتحصل داخل قطاع غزة والخسائر معلش أنا ممكن أسأل سؤالي هو اللي بيحصل في غزة انتصارات يعني أنا قلت لسيادتك فيه علامة الانتصار أبو عبيدة بيطلع بيطلع فيه السوريخ بتطلع يعني طول ما الإسرائيلي محققش هدف الفناية يحصل بانتصار إحنا وصلنا لكامل خسائر وصل لنك الـ 180 وعدد مصابين غير طبيعي وبيدنا نحكي بدون هدنة بدون تفاوض على انسحاب من المنطقة الشمالية إعادة تموضع إعادة تموضع ده تم حل خمس لواءات اللواءات دي طبعا مرهقة من العمليات بالمناسبة منهم لواءنا احتياط من بداية العملية الوجود مش هيكون دايم في الشمال ولا تمركز يعني حيخرجه ويبتدي يشتغل بطارية الضفر ما يبقاش موجود بشكل مستقر على الأرض بزبط يعني هو مش هيحتل ومش هيمسك الأرض ده في المنطقة الشمالية هتقولي طبائي المناطق المنطقة الشمالية نهت المرحلة التانية اللي هو على عمليات العالية الكسافة وعالية الحدة وعالية الشدة خان يونس في بداية المرحلة التانية هتخش في قتال المتلاحم متعسرين متعسنين في قرارة وفي باني سهيلة يعني كل شغله في شرق طريق صلاح الدين ولما بيروح الغرب اللي هو قلب خان يونس مش قادر يحقها اسرائيل ما تقدرش تحارب على أكتر من جبهة في نفس الوقت بطريقة سبع جبهات ولا بطريقة أنها عندها عملية مستمرة في غزة وعندها اقتحامات كل يوم في الضفة وعندها التوتر عن مال يتصاعد على مستوى جنوب لبنان شمال الحدود الإسرائيلية أولاً لازال الاشتباكات في الضفة مش عالية الحد يعني هم عندهم على فكرة كتائب عندهم الكتاب شغلة أنا فيدخل وتخرج يوم ويومين يدخل يوم ويخش بالليل في الضلمة ويطلع قبل النهار وبنتابعه لكن الجانب الفلسطيني عنده إمكانيات أكبر من ذلك بالمناسبة العروري كانت قاية حماس في الضفة يعني دي ما هو متعدد المهم الحقيقة فالفكرة فكرة إن الجبهة الشمالية مختلفة تماماً مختلفة في الإمطار الصاروخي حسن نصر الله بالمناسبة عنده شبكة أنفاق تتخطى أضعاف حماس وعنده تموين أو عنده إمداد وتموين على مستوى العروري ودولة يعني هو عنده مطارات وعنده موانين يعني دلوقتي لو افترضنا حرس الثور الإيراني عايز يدخل في الصراع فلق القدس هيدخل منين؟ هيدخل غزة منين؟ لكن عند اللبنان يدخل من موانين يدخل من سوريا يدخل من أماكن كثيرة فبالتالي فتح جبهة الشمال وفي جزء النهاردة حصل نصر الله يعني تحدث كمحلل سياسي الحقيقة وهو كانت رسالة للمتحدثين فكرة أولا ألقى الضوء على ما يحدث من خسائر خارج العمل العسكري قضية الهجرة العكسية للإسرائيليين قضية تعطو الاقتصاد طيب لما احنا دلوقتي بنكلم في ثلاث شهور حماس اللي هي الفصيل الأقل طيب لو تفتحت جبهة شمال تستمر كام عام إذا كان أبعاله ثلاث شهور إذا كان ثلاث شهور في قطاع 35 كيلو وفي إمكانيات أنا أراها أنها ومحفول ومحدود وتحت سيطرته وبيعالي أنه يشرب كهوب ماء والمحروقات ففتح جبهة الشمال هي اللي حتخلي باقي الجبهات تكون فاعلة فاعلة لأنه هو حياخد القوى الكبيرة وبالتالي ده سيناريو غير مطروح عمليا على الأرض لن يحدث إلا بحسابات خطئة آه يعني لن يحدث يعني ما فيش حد حياخد قرار الحرب ويقوم يقول لا لا وأنا ضد جميع المتحدثين وفي أي مناظرة من قبل حتى كلمة سيد حسن نصر الله أنا مش شايف أن فيش هي أمريكا مش هتتحمل صور وشبهها في إبنان وهي علامة عن أنها بداية مغادرة قطع من الأسطول الكبيرة